موسيقى سلام عليكم كم واحد منكم سمع بالأشهر الحرم اللي ذكرت في القرآن الكريم وشنو قصتها وشنو دلالتها اجه الذكر في أماكن متعددة وسور مختلفة في القرآن الكريم فكما في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وأكو مواضع متعددة أيضاً تم فيها ذكر الأشهر الحرم والشهر الحرام اللي تبين عدم القتال مع المشركين والتفسح في الأرض وأخذ قصة من الراحة من المعارك والحرم ومعنى الشهر الحرام هو الشهر اللي شرع الله تعالى حتى يتوقف الناس بي عن القتال فيما بينهم وينبسط عليهم بساط الأمن وحرمتها أصبحت واجبة وتم إشهارها بين الناس في شريعة نبي الله إبراهيم عليه السلام واستمرت هاي الحرمة إلى زمن الجاهلية وكانت العرب تحترم الأشهر الحرم وتعتبرها أحد الأعراف المجتمعية السائدة وتتوقف فيه عن الحروب والقتال شنو أسماء هذه الأشهر؟ الجواب هي أربعة أشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فمثلاً حرب البسوس وحدة من أشهر السيارة المعروفة وهي حرب قوية صارت بين قبيلة تغلب بن وائل وأحلافها ضد بني شيبان وأحلافها من قبيلة بكر بن وائل وراح ضحيتها الكثير من الرجال والنساء والشيوخ والصبيان واستمرت هاي الحرب لمدة أربعين سنة بسبب ناقع ورغم قساوة الحرب على الطرفين إلا أنهم كانوا ملتزمين بعرف الأشهر الحرم ويحترموها ويتوقفون فيها عن القتال واستمر العمل بهذا العرف حتى بزغ نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وثبتها القرآن الكريم ضمن الشريع الإسلامي هنا نتساء هل يجوز ومن المعقول أن يقتل إنسان في الأشهر الحرم وتقع الإبادة على أهله وأولاده وتهتك وتسبى حرمة الجواب واضح شرعا غير جائز ومنطقيا غير مقبول عرفا ومجتمعيا حتى في زمن الجاهلية بشهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم اللي حرم فيه القتال والقتل تعرض الإمام الحسين عليه السلام إلى محاولات اغتيال عديدة محاولات اغتيال شلون؟ نعم لما كان في مكة المكرمة ومن قبل الطاغية يزيد بن معاوية اللي كان يسمي نفسه خليفة المسلمين أمر بأخذ المبايع قسرا وجبرا من الإمام الحسين عليه السلام وإن لم يبايع يقتل ولو كان معلقا بأستار الكعبة بهذا الوضع اقترح عليه أخو محمد بن الحنفية وبعض الأشخاص ليلة خروج إلى كربلاء إنه يعتصم ببيت الله الحرام ويلتجأ له والسبب في أمرين إلا أول حتى يحرج الأمويين في تنفيذ خطة اغتيال عليه السلام أما الثاني لحتى يمنع عن نفس القتل وتنتهك حرمة بيت الله وقداسته وهاي الحرمة تفرض شرعا وهي حرمة القتل من استجار ببيت الله الحرام بقوله تعالى في القرآن الكريم ومن دخله كان آمن وقال عليه السلام مقولة المعروفة لأخو محمد بن الحنفية يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت وفي يوم التروية نزع الإمام الحسين عليه السلام إحرامه وجعل حج عمره وخرج عليه السلام هو وأهله وأصحابه بتوجه إلى العرام وفي اليوم العاشر من شهر محرم الحرام واللي يعتبر من الأشهر الحرم كما ذكرنا قبل قليل وقف جيش عمر بن سعد وبأمر الطاغية يزيد في وجه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لمقاتلته وهم يعتقدون بأنهم مسلمون وأن يزيد هو خليفتهم هنا عاتفهم الإمام الحسين عليه السلام فصاحبهم ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إذ كنتم أعراباً فناداه شمر فقال ما تقول يا ابن فاطمة قال عليه السلام أقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا نفهم من قول الإمام الحسين عليه السلام دلالتين الأولى إنه القوم اللي يقاتلون ليسوا بمسلمين أصلاً ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وما يخافون من يوم القيامة فلو كانوا مسلمين بحق شلون يتجرؤون على قتل ابن بنت نبيهم أما الدلالة الثانية ذكرهم الإمام الحسين عليه السلام بأحسابهم وأنسابهم وأجدادهم من العرب اللي كانوا يحترمون الأشهر الحرم وما يتقاتلون بيها فيما بينهم ولكن هؤلاء الملة الخبيثة ما احترموا حتى هذا العرف المجتمعي ببغيهم وظلمهم قتلوا الحسين عليه السلام وإخوته وأولاده وأصحابه وأحرقوا خيامه واستباحوا وهتكوا حرمه وأخذوا النساء والأطفال سبايا إلى مجلس الطاغية يزيد بن معاوية وأصبحت فعلتهم هذه وصمت عار عليهم إلى يوم القيامة لأنها انتهكت الدين والعرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر